نريد أن نعيد بشكل خاص تعليقك على تقييم الملاحظات على شخصية المالك محمد السادس لا لدينا رغبة ولا مصلحة ولا قدرة على تقييم شخصية المالك نحن نتذكره على سير المؤسسات المؤسسات التي تسير وفق أهواء شخص مهما يكون عبقاري لا سنقوم بطيلة لأن الشخص بوحده ولا سنقوم بزلات ولا سنقوم بزلات المحيط والزباني الذي سنقوم باستغل السلطة لكي يقوم بمصير في ذلك التعليق ذكره كانت واحدة الكريمة زعمها ما نقشو السياسات ما نقشو الأشخاص بالنسبة لي أنا مرفوضة أنا نجي نقول على أي واحد يكون المواطن عادي يكون محدود العقل بالنسبة لي أنا هذه مرفوضة نحن نقشو السياسات وكان نتقدو السياسات ومشاريع كان نتقدو أكثر من ذلك كان عرضو سياسات فيما فيها سياسات الملكية أو في مقدمتها سياسات الملكية ومشي شخص الملك ولذلك في البرنامج ما عمر نحن دخلنا رصنا في شي نقاشات اللي كتكون في منابر أخرى لا وافين مرتو لا وافين بيش مرعيد لا وكده لا وادش هذا هذا تحريف ديال ديال النقاش والإبعاد ديالو عن عن الجوار وممكن أحيانا السلطوية كيعجبها مثل هذه النقاشات اللي كتمشي نحو 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 شخص المسؤول ماشي نحو سياساته فقط هذا الملاحظة اللي عندي ترجمة نانسي قنقر